بين الولايات المتحدة وفرنسا تباين في الملف الحكومي اللبناني هذا السؤال مشروع بظل التباين في المعلومات الأعلامية المسربة حينا على لسان مسؤول أمريكي وأحيانا على لسان مصادر ديبلوماسية غربية وإجديدها أن ديبلوماسيا غربيا عاملا في بيروت كشف أن عواصم القرار الدولي والأسيما واشنطن وفريس نبهت الرئيس سعد الحريري من المضيف في قراره تشكيل حكومة بلا تمثيل مسيحي وازن بذريعة حكومة اختصاصي مستقلين محذرا إياه من استعادة للنهج السوري الذي مارسه بامتياز كل من اللوائين غازي كانعان ورستم غزيلة على مدى 15 عاما من الحكم السوري للبنان حاولنا استضاح دقة ما نشر ولسيما أن البعض ذهب بتفكيره لحد الاعتقاد بأن المسؤول الأمريكي ديفيد شينكر هو من نقل لمن التقاهم هذا الكلام إلا أن أكثر من مصدر اجتمع بشينكر نفى أن يكون المسؤول الأمريكي قد قال هكذا كلام لكن اللافتة هو فيما كشفته مصادر مطلع على الجو الأمريكي بإشارتها إلى أنه خلال زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى واشنطن كشف بعض من شارك في اجتماعات الأخيرة أنهم سمعوا جوا أمريكيا مفاده أن واشنطن لا ترحب بأن يشكل الحرير حكومة يعزل فيها مكوينين مسيحيين فتظهر وكأنها استعادة لحكومات العهد السوري ولكن هل تريد أمريكا سعد الحرير رئيسا للحكومة؟ على هذا السؤال ترد مصادر شاركت في بعض لقاءة شينكر في لبنان أن الرجل لم يقل هكذا كلام لتضيف شينكر شدد في لقاءته على أنه لم يقل أن الولايات المتحدة تريد الحرير أو لا تريده فما يهمها هو تشكي الحكومة منتجة لا يشارك فيها حزب الله بشكل مباشر وتلتزم الإصلاحات وهنا الأهم وعن استثناء رئيس التيار جبران باسيل من لقاءة شينكر بالمسؤولين اللبنانيين فتشدد مصادر مطلعة على أنه ليس هناك من مقاطعة لباسيل من قبل شينكر إنما هيل لم يلتقي باسيل وبالتالي فلن يلتقي شينكر مشيرة إلى أن الحوار السياسي بين الولايات المتحدة ولبنان ولسيما بمسألة الحكومة يتم على أعلى المستويات والدليل الاتصال الذي أجره وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو برئيس الجمهورية أمس أما مصادر التيار فتعلق بالقول لا تعليق من جانبنا ولكن إذا كان المقصود إرسال رسالة شخصية لباسيل فقط فنقول إن أحدا لا يمكن استبعاد مكون أساسي سياسي منتخب ويملك أكثرية نيابية بالمجلس النيابية وفي سياق آخر كشفت المصادر أن شينكر أبلغ من التقهم من النواب المستقلين والمستقلين أن هذه الاستقالة لم تقدم ولن تؤخر بالمعادلة إذ لا خطة بديلة لديهم هذا على الخط الأمريكي أما الفرنسي فتؤكد المعلومات أن فرنسا لم تطلب دعما للحرير من أحد لكن ما حصل هو أن الفرنسيين استمزجوا أراء البعض ومن بينهم الوزير جبران باسيل الذي لم ينقطع تواصله مع الفرنسيين وهنا تكشف المصادر أن الفرنسيين قالوا حكوا للحريري فأتى الجواب على قاعدة ما بدنا شي منه إذا طلبنا بنرد عليه لكننا لسنا سعين لذلك وبكل الحالات فنحن لن نسميه بحسب مصادر التيار علما هنا أن المصادر تشدد على أن عدم التسمية لا يعني حكما عدم المشاركة بالحكومة